تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام نظم مركز ترينز للبحوث والاستشارات متمرا في أبوظبي حول أبعاد التوازن بين الجنسين في مجال الأمن والسلم الدوليين وتناول المؤتمر موضوع تفعيل قدرات المرأة للمساهمة في تحقيق استدامة السلم والأمن في المحيط الاجتماعي مقاربة جديدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع اعتمدها مؤتمر أبعاد التوازن بين الجنسين في السلم والأمن الدوليين الذي انطلقت أعماله في أبوظبي بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الفاعلة والمختصة في شأن تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في جميع المجالات هذه القمة اليوم أيضا دليل وتأكيد على أهمية دور المرأة ليس فقط في عملية التنمية وليس فقط في عملية التطور والازدهار ولكن أيضا في وقت الحروب والصراعات يجب أن يكون لها دور أساسي يجب أن تلعب دور أساسي ومحوري على كافة الأصعدة ويسعى القيمون على المؤتمر إلى تحويله إلى منصة وموعد دائم لمواكبة مسألة التوازن وانعكاسها على رفاهية المجتمع ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز هذا التوازن هناك توجه بعيد المدى هناك رؤية استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تمكين المرأة في كافة ميادين الحياة عملية التوازن في الجنسين كيف يمكن أن تعرض على المستوى الدولي أنا أعتقد أنه لابد أن يكون لدولة الإمارات مركز القيادة وشهد المؤتمر إطلاق مبادرة بالشراكة مع منظمة المرأة في الأمن الدولي هدفها الزيادة في مستوى الوعي بشأن وضع المرأة في المناطق المنكوبة وتقديم الدعم للنساء في مناطق الحروب وخلق شبكة من النخب الأكاديمية والسياسية لدعم انخراط المرأة في مجالي الأمن والسلام تنضم إلينا في الستوديو الباحثة السعودية في مجال الإعلام والتنمية الاجتماعية بجامعة الشيخ زايد الدكتورة نجاة السعيد دكتورة نجاة أهلا وسهلا بك على سكاينيوز عربية نتساءل عن أهمية قمة الأمن وأقمة المرأة والأمن والسلام وما المقاربة الجديدة التي يحملها برأيك في البداية أود أن أشكر سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك على دعمها لهذا المؤتمر وكلمتها التي ألقاها الشيخ النهيان بن بارك النهيان وأهم عرضه في هذه الكلمة التي تتلخص ما تفضلت به أول من أهم الأشياء التي تطرقت لها الكلمة أن المجتمع الناجح يجب الإفادة من تمكين المرأة ويجب مساعدة المرأة في أماكن الصراعات ويجب تمكين المرأة في جميع الميادين وأيضا أشكر مركز البحوث والاستراتيجيات مركز الترينز وهو كان من أحدى منصقي المؤتمر مع الاتحاد النسائي وأيضا مع منظمة المرأة للأمن الدولي بالإضافة إلى المكتب الأمم المتحدة للمرأة فبالنسبة لأهمية تمكين المرأة في الأمن والسلام من كل الذي طرح أمامنا لا يمكن أن يتحقق الأمن والسلام بدون المرأة وأن تمكين المرأة سواء من الناحية مثل ما يقال من الجهتين القوة الصلبة تمكين المرأة في القوة الصلبة وفي القوة الناعمة هو الذي يساعد على دعم الأمن والسلام من هنا يجب هذا أهم نقطة بالنسبة ل دكتورة نجات هل نفهم أن المشاكل التي حدثت في المنطقة هو نتيجة لتغييب دور المرأة الريادي؟ بالضبط لأن في كل السنين السابقة دائما عندما يتطرق الموضوع لموضوع المرأة يتطرق له كأنها هو مجرد إفادة للمرأة وفي حقيقة الأمر أن موضوع المرأة هو إفادة للدولة لأمن الدولة لتنمية الدولة المجتمعات المجتمع كله المجتمع والدولة بصفة عمى هو مجرد فائدة للمرأة وأنا صراحة ضد كلمة قضايا المرأة المرأة ليست لها قضية المرأة هي قضية المجتمع هي فرد من أفراد المجتمع ليس من كوكب آخر فعندما تتمكن أو النظام يمكنها هذا يساعد بالطبع للأمن والاستقرار وهنا بلد مثل الإمارات أعطت هذه الفرصة فهنا لدرجة أنه الشيء المميز في هذا المؤتمر الذي يختلف عن المؤتمرات الأخرى أن المؤتمرات الأخرى تتطرق فقط لموضوع المرأة كأنها قضية لوحدها ميزة هذا المؤتمر لا يربط بين قضية المرأة في الأمن والسلام خلاص الإمارات تعدت هذه المرحلة تعدت مرحلة تمكين المرأة الآن نريد أن نتكلم كيف المرأة ممكن أن تلعب دور استراتيجي وليس أي دور في الأمن والسلام ما الأدوار التي تلعبها المرأة التي يفترض أن تلعبها وهي الآن مغيبة نحن نعرف بأن مجتمعاتنا مجتمعات ذكورية بالأساس وبالتالي التحديات التي كانت تواجه المرأة على مدى السنوات المنقذية في نظري كلمة أن المرأة مهدوم حقها وأنها مهمشة هذا فيها نوع من الظلم لأنك عندما أنت تتكلم عن المرأة لا تتكلم عن المرأة هي من تقول ذلك الأمر دكتورة نجاتي تقول أن المساواة بين الجنسين وما إلى ذلك أعرف هذا الكلام وتطرقت له كثير في أبحاثي لكن المشكلة التي أجدها حتى في المنظمات الدولية عندما يتحدثون عن المرأة العربية يتحدثون عن المرأة العربية كأنها واحد المرأة في الإمارات تختلف عن المرأة في أفغانستان تختلف عن المرأة في الدول العربية الأخرى هنا المرأة تخططة الحقيقة لا يمكن أن أقارنها في أماكن أخرى في الدول العربية فعندما أتكلم أنت تتكلم عن المرأة أين في أي بلد عربي في أي بيئة في أي بيئة هنا الإمارات تحظى بأمن ورخاء واستقرار وبالإضافة القيادة الإماراتية كلها تدعم المرأة فهنا المرأة مدللة أعملي بجهد وستصلي أنظر تسعة وزيرات موجودين أنظر حتى في الجيش موجود المرأة رأينا من لا يعرف مريم المنصوري وهي أول رائد في الطيران السلاح الإماراتي اليوم مثلا في المؤتمر تحدثت الدكتورة عائشة الظاهري وهي عقيد ركن وتكلمت بإسهاب عن دورها ودورها في قيادة الفريق الطبي كأول فريق طبي نسائي في إغاثة الأمناطق ذات الصراع مثل في كوسوفو وفي الصومال وفي أفغانستان ومثل الدكتورة عائشة الظاهري تخرجت من مدرسة خولة بنت الأزور وهي أول مدرسة عسكرية للنساء وقائد هذه المدرسة أيضا أمرأة عفراء العقيد عفراء الفلاسي وهي أيضا خريجة من هذه المدرسة الدكتورة موزة الشحي هي خريجة مدرسة خولة الأزور وهي أيضا وصلت إلى رتبة رائد في القوات المسلحة وهي الآن مدير مكتب الاتصال في التابع نحن نتكلم دكتورة اسمحيلي في العالم العربي الإمارات العربية المتحدة هل يمكن تعميم هذا النموذج برأيك؟ بالطبع الآن تجد انعكاس دور الإمارات الناجح حتى على دول الخليج الأخرى انظر الكل يتطلع للإمارات بإعجاب ليس فقط في تمكين المرأة من ناحية النظام الدولة ككل والمرأة تعتبر جزء منه طبعا الدولة ليس بحجمها المساحة هي بدورها الفعال وأكيد لها دور مؤثر بطريقة إيجابية على الدول المجاورة بالتأكيد كثيرا ما يعاب على المؤتمرات القمم هذه أنها مجرد مكان للعلاقات العامة مجرد أمكان للتعارف يعني إلى أي حد هذه القمة التي تعقد الآن في أبوظبي ستخرج بخطط ومقترحات عملية تستفيد منها المرأة المميز في هذا المؤتمر أن الذي ينظمه ضمن المنظمين الأساسيين هو مركز البحوث ترينز والمؤتمرات التي ينظمها مراكز بحوث مثل هذا دائما تكون نتائجه فعالة لأنه ليس مجرد مؤتمر هذا المؤتمر سيلخص ويكتمل بطريقة بحث بحيث أن هذا البحث يتحول إلى سياسة ليس مجرد مؤتمر كلام ومجرد علاقات عامة وينتهي والصراحة أنا كثير أشكر الدكتور أحمد الهاملي هو رئيس ومؤسس المركز لنشاطه والآن هناك في تعاون بين مركز الترينز وأيضا المنظمة المرأة للأمن الدولي وتحدث اليوم عن أهمية تفاعل دور المجتمع المؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية ومع الحقل الأكاديمي فعندما يتفاعل هذا كلام أنت لا تتكلم عن مجرد مؤتمر مجرد كلام أنت تحدث هنا عن السياسات أمور عملية على الأمر أمور عملية لكن كوننا الآن هنا في سكاينيوز أود أن نوه أنه يجب تفعيل دور الإعلام خصوصا الذي نقول عنه المينستريم ميديا سواء الإعلام المرأي أو الإعلام المقرؤ لأنه نريد أن هذه البحوث التي يعني بعد التعب في وضع هذه البحوث وإجادتها وكل شيء نريد أن المجتمع ككل وليس الإليت يعني المجتمع أنه يكون حملة إعلامية بحيث توصل للجميع أنه ما نحتاجه الآن كونه موجود مركز بحوث تحويل هذه المادة إلى مادة إعلامية بحيث الكل يفهمها شكرا دكتورة نجات سعيد الباحثة السعودية في مجال الإعلام والتنمية الاجتماعية بجماعة الشيخ زيد كنت معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا